ما كان يجري تحت الطاولة أصبح اليوم مكشوفا للعلن ففي الوقس الذي كانت فيه مليشيا الحوثي تتشتق بأي انفاوضات على الأراضي السعودية بذريعة أنها العدو الأول كما تسميها فتحت أحضانها اليوم للعدو نفسه حسب وصفها على أراضيها في صنعاء لانفاوضات جديدة يرى البعض أنها قد تعود بالبلاد إلى الحضن العربية فيما يرى آخر غير ذلك وبات هذا العدو محط اهتمام القنوات الحوثية وصول الوفد السعودي إلى صنعاء طرح تساؤلات كثيرة حول هذه الزيارة خصوصا بعد وصول وفد حوثي إلى مدينة أبهى السعودية لكن زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء هي الأولى منذ سيدرة مليشيا الحوثي على صنعاء بقوة السلاحة مسؤول لجنة الأسرى لدى الحوثيين كشف بأن تبادل الزيارات بين الطرفين ضمن آلية التحقق من كشوفات الأسرى فيما العديد من السياسيين اعتبروا تلك التصريحات والأنباء غير وافية وأن هناك أهداف أخرى للزيارة تتجاوز ملف الأسرى الذي يتم بهذه الطريقة لأول مرة تساؤلات كثيرة حول تبادل هذه الزيارات فهل مليشيا الحوثي ترغب في بداية العودة إلى الحضن العربي والتخلي عن الشعارات الطائفية التي رفعتها وظلت ترددها وتضلل بها الرأي العام الداخلي وهل ترغب في إعلاء المصالح اليمنية على المشروع الإيراني الذي أحدث شرخا عربيا على مستوى المنطقة وكان له الأثر الأكبر في اليمن ما حرمته المليشيا الحوثية على الآخرين تحلله اليوم لنفسها فهل رضخت للأمر الواقع بعد ثمان سنوات بات الجميع فيها خاسر فيما ينتظر اليمنيون أي تصالحات قادمة تراعي مصالحهم وظروفهم التي دخلت غرف إنعاش كما يقول اقتصاديون تراعي مصالحول اليمنية أمرًا أش låغي بذا شكرا